السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب كلكم تكونوا بخير معدنا النهاردة ان شاء الله مع عشية نمبر تو قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب بسم الله complete the following the lcm of 5 and 7 معاك 5 ومعاك 7 is ايه وعايز lcm بتاعك least common multiple طيب يا شباب حد واخد باله ان ال5 وال7 هما الاثنين prime numbers prime numbers معنى كده ان lcm بتاعهم هو الproduct بتاعهم يعني هتاخد 5 multiplied by 7 5 by 7 equals 30 5 خلصت كده متفقين طيب بعد كده مدي لك مسألة division it's thousand five hundred 29 الكلام ده divided by 25 قالك equals 341 ومعاك reminder ايه معاك هنا reminder اتفقنا معاك طريقتين تحل بهم المسألة اللي قدامك دي معاك طريقتين اوكي اول طريقة ان انت تشتغلها divide عادي جدا وبعد كده توصل ال reminder اللي هيتفضل معاك طب تاني طريقة ان انت تستغل relation between division and multiplication relation العلاقة بين division وال multiplication استغل لها ازاي يا ميس المفروض ان انت عارف ان ال product بتاع two numbers دول ال product بتاع divisor وال كوشنت تمام بلص ال reminder بيرجعك تاني تدي لك dividend بتاعك طيب تعال نجيب ال product ده الاول هجيب ال product ده الاول انت لو عايزت تشتغلها بتشتغلها لكن انا دلوقتي هشتغلها معاك بطريقة ال product انا هجيب ال product بتاع two numbers دول يبقى انا معايا three hundred forty one multiplied boy twenty five ركز معايا five by one five five by four twenty zero and carry two up five by three fifteen بلص ال two يعني اجري حط zero هنا واشتبع ال two اللي انت كنت عمل لها carry up تمام وابدأ اشتغل مع مين مع two two by one بتو two by four ب eight two by three ب six يلا هنعمل بلاس five بلاس zero five zero بلاس two two seven بلاس ال eight fifteen five and carry one up one plus one two two plus six eight وصلت ال eight وصلت ال eight five hundred twenty five المفروض ان ال بلاس ال بلاس الرميندر اللي موجود هنا ترجع تاني توصل لل بتاعك طب انا مش عارف الرميندر يبقى انا هياخد ده مينس اللي انا لسه وصل له حالا الديفيدند بتاعي اللي هو eight thousand five hundred twenty nine مينس هاخد بقى البرودكت اللي انا جبته eight thousand five hundred twenty five اطرح معي يال nine مينس five four two مينس two zero five مينس five zero eight مينس eight zero يبقى انا معي رميندر ايه يا شباب معي رميندر four معي رميندر four اهو في ناس بتحب توصل للرميندر عن طريق الملتبلاي بالمنظر ده وفي ناس بتحب بتاخد المسألة اللي قدامها وتعمل لها عاجي جدا اللي اتنين هيوصلوك لكلمة four ان الرميندر بتاعك في المسألة four انا هعيد عليك الفكرة تاني انا عندي relation عندي relation between divide and multiplication relation يعني علاقة تمام طيب الريليشن دي بتقولك ايه بتقولك ان الديفايزور بتاعك multiplayed buy الكوشنت بتاعك بلص الرميندر الكلام ده هيرجعك تاني للديفيدند هيرجعك تاني المين للديفيدند فلما كون عايز الرميندر اعمل ايه طيب يميس خد divisor multiplayed buy الكوشنت اعمل لتو نمبرز دول multiplay والproduct اللي هيطلع لك الproduct اللي هيطلع لك ابدأ وقعه من الدفيدند وقعه يعني اعمل minus خد الدفيدند بتاعك minus الproduct الدفيدند minus الproduct هيدليك الرميندر متفقين؟ تعال نشوف السؤال الى بعده the common factor of all the numbers is والسؤال ده مهم جدا بينزل على طول هتلاقيه قدامك common factor يعني كل النمبرز اللي في الدنيا بتقبل الاسم على ايه كلهم one common factor for all the numbers is one كل النمبرز اللي في الدنيا بتقبل الاسم على number one طب هنا بيقولك in the opposite fin diagram بتديلك fin diagram تمام؟ طيب the greatest common factor gcf is a common area بتاعتك فيها ايه؟ فيها two يبقى the greatest common factor is two متفقين؟ طيب خلينا اسألك سؤال كمان بالنسبة ال fin diagram بما اننا بنتكلم عليه لو انا قلتلك ايه هم the two numbers اللي انا عمل لهم الرسمة بتاعة fin diagram دي؟ انا بسألك مين هم the two numbers اللي انا عمل لهم الرسمة دي؟ تقدر تقولهم لي آياميس بص كده هخبي ده والcircle الاولانية دي الفاكتورز دول بتوع النمبر الاولاني ها three two اعمل لهم multiply three multiply by two equals six يبقى النمبر الاولاني كان six طيب خبي الجزء ده والجزء السركل بقى بتاعت fin diagram دي؟ two factors دول بتوع النمبر التاني اعمل لهم multiply two by five بتن يبقى انا كان عندي two numbers عبارة عن six وتن زي ما انت شايف رسمت لهم fin diagram بال prime factors بتاعتهم بعد كده وصلت لل greatest common factor between them is two متفقين؟ طيب هنا بيقولك the divisor in the equation وميدي لك equation اهي اوكي؟ مش محتاجة افضل ارى النمبر انا عارف مكاني الديفايزور بتاعي فين dividend ديفايزور quotient dividend ديفايزور quotient يبقى الديفايزور بتاعك is 52 divisor هو اللي بيجي بعد علامة الديفايز اللي بيجي بعد علامة الديفايز اسمه divisor divisor اجي اجنقولها تاني اجين dividend divisor quotient انا عارفة ان انتو حفظتوها خلاص السؤال التاني choose the correct answer طيب هنا بيقولك مين هو is a multiple of any number بص السؤال التاني اتفقنا مين الفاكتور for all the numbers one طب مين multiple for all the numbers zero zero multiple for all the numbers وكلمة multiple يعني بيقبل الاسم على كل النومبرز اللي موجودة عندك بص كده لما اقول zero divided by five equals zero zero is a hero طب zero divided by one hundred twenty two equals zero طب zero divided by one hundred fifty two equals zero zero divided by any number equals zero عشان كده بقول عليه multiple for all the numbers multiple for all the numbers طب بص معيه على بعدها برضو فكرة لطيفة وبتنزل في الامتحنات عشان توقع الناس يعني هما بينزلوها عشان يشوف مين ممكن يتلغبط فيهم هنا بيقول in the equation ومديلك equation plus two thousand one hundred fifty divided by twenty five الكلام ده equals eighty six equation كام له كام له dividend divisor quotient the remainder is ايه يميز بس ها ما كتبليش هنا R وكتبلي رقم عشان اقول remainder ايه ما كتبليش يعني ما عنديش صحي كده ما عنديش يبقى remainder بتاعك zero ما عنديش يبقى remainder بتاعك ايه zero يبقى تاني لما يديلك equation زي كده ويسألك على remainder وما عندكش R هنا R بكزا ايا كان النمبر اللي هيكتبه ويسألك هو remainder ايه هقول له zero انا ما عنديش remainder وكلمة ما عنديش يعني remainder بتاعي zero متفقين طيب بعد كده which of the following are relatively prime numbers مين من النمبرز اللي قدامك دي relatively prime numbers طيب فاكر اصلا يعني ايه كلمة relatively prime numbers ها يعني the greatest common factor between them is one the greatest common factor between them is one عندهمش common factors تانية خالص طب تعالى نبص كده for wait اميس for wait هم اللي اتنين even numbers معنى كده ان هم عندهم factor اسمه two غير one الone كده common factor between all the numbers تمام يعني دول عندهم one وعندهم two common factor وعلى فكرة عندهم four كمان لأ دول مش relatively prime numbers طب 12 و18 برضو يميس اول ما بص كده ولاقيهم even يبقى مش هيكون relatively على طول كده ليه عشان بينهم common factor two وانا بدور على greatest common factor one مفيش بينهم common factors except one طيب two and twelve يميس هم الاتنين even numbers بينهم common factor two يبقى خلص مش هينفع nine and four ايه الاخبار ده دول مش even numbers يميس وما فيش بينهم common factors except one عشان كده بقول عليهم relatively prime numbers تمام relatively prime numbers يبقى nine and four greatest common factor between them is one على فكرة ساعات ممكن ينزل هيلك the greatest common factor between the relatively prime numbers is a فانت لازم تبقى فاهم انه هو one طيب بعد كده هنا بيقول لك in the opposite diagram بدي لك diagram اهو اوكي the lcm is a least common multiple lcm is a طيب يميس انا عشان اجيب lcm بتاعي انا عشان اجيب lcm بتاعي فالمفروض ان انا بشد كل numbers اللي موجودة جوه vn diagram وبعمل لها multiply انا بجيب lcm بشد كل ال numbers اللي موجودة جوه vn diagram وبعمل لها multiply طب انا انا عندي هنا 5 شديت اهو multiply by 3 شديت 5 by 3 equals 15 يبقى lcm بتاعك بيم ب15 متفقين طب لو سألك على greatest common factor ها gcf greatest common factor هتقول او هتقول zero greatest common factor لما ما يكون عندك numbers في common area بتقول one بتقول one طيب السؤال اللي بعده divide مسألة divide معي 2500 divided by 7 طيب تعالوا يلا نحلها مع بعض 2500 74 divided by 7 تمام كده معي divide multiply minus bring down خطواتي السابقة انا بيشتغل divide بتاعي تمام والاتجاه بتاعي هو from the left to the right لما هجي اشتغل هشتغل from the left to the right طيب بعد كده يلا هنبدأ نشتغل اللي steps بتاعنا انا مش محتاج اروح اكتب بتاع 7 عالجنب هنا اكيد مش محتاج اعمل كده تمام طيب يلا 2 divided by 7 كانت بي 2 اصغر من 7 طيب يلا يا 5 تعالي ساعد مين 2 فبقى معك 25 divided by 7 طيب ياميس هيبقى ادي ال divide انزل على الملتبلاي 3 by 7 21 minus 5 minus 1 before 2 minus 2 0 مش محتاج اكتبها bring down هشد مين هشد 7 اوكي بقى معك 47 divided by 7 ابدأ ارجع معايا كده لتابل 7 ياميس 7 by 6 42 هي ادي اللي هتنفع اوكي ها ادي divide يبقى 47 divided by 7 equals 6 multiply بقى 6 by 7 42 minus 7 minus 2 5 و 4 minus 4 0 من تشمحتك تكتبها خد بالك دايما دايما لما بتعمل الخطوة بتاعت المين بص كده اللي بينزل معك لازم يكون اصغر من ال 5 اصغر من 7 يبقى انا شغال صح يلا bring down هشدي مين دلوقتي هشدي الفور ها وبقى معاك ايه معايا 50 4 divided by 7 طيب يامي 50 4 divided by 7 هيديني 7 عشان عشان by 7 equals 40 9 لما هاجي عمل منزر ده يلا 4 منز 9 كانت ب 1 ما كان 5 بقى عندك 4 وهنا بقى عندك 14 14 منز 9 يعني 5 و 4 منز 4 0 عندك حاجة تانية تعمل لها bring down ما عنديش يبقى المسألة بتاعتي خلصت طب خلصت على ايه خلصت ان الكوشن تبتاعي 367 367 ومعي reminder 5 300 67 معي reminder 5 تعالى بقى نبص عليها هنا 367 ومعي reminder 5 متفقين احنا كده ايه خلصناهم السؤال اللي بعده بيقولك find greatest common factor gcf and least common multiple lcm of 12 and 18 by 2 missus عايزك تجيبهم بطريقتين عايزك تجيبهم greatest common factor and least common multiple بطريقتين تمام انا هاخد 12 وهو وهاخد 18 ركز معي يلا عشان احنا كده شغالين بنرجع كل الحاجات اللي ايه الاساسية والنمبرز دي بتيجي كتير في الامتحانات التويلف هتنزل على 2 multiplied by 6 واللي عملها 3 by 4 ده صح وده صح التو برايم تحطت في circle 6 com z تحطت في rectangle هتنزل على خلاص هما الاتنين خلاص يبقى بتاعتك اهو تعال بقى الاتين طبعا انت فهم يعني ايه ويعني ايه تحطت في circle تحطت في rectangle الناين هتنزل على 3 multiplied by 3 بقوا prime numbers هم يلا ننزل نكتب له ان equal 2 by 3 by 3 2 multiplied by 3 multiplied by 3 طبعا وانا بحط بتاعتي بحط اللي شبه بعضهم تحت بعضهم انا عارفة ان انتو عارفين الكلام ده ها عندي 2 فقه تحت هي وعندي 3 فقه تحت هي متفقين طيب بعد كده يلا اول حاجة هقول له ان واللي موجود فقه تحت هشده على تحت وعمله يبقى عندي 2 multiplied by 2 تشدت اهي وال3 تشدت اهي 2 by 3 equals 6 ده greatest common factor طب كل حاجة هتقابلني هشدها على تحت وعمل لها multiplied يبقى عندي 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 الكلام ده equals 2 by 2 before و3 by 3 benign 4 by 9 36 4 by 9 equals 36 خد بالك بقى اني دي first دي اول طريقة انا اشتغلت بيهم تمام طب الطريقة التانية بتاعتي طبعا هتبقى من دي اجرام طبعا هتكون من دي اجرام طيب عشان اعمل من دي اجرام يبقى انا معايا two circles بالمنظر ده بينهم common area بينهم بتاعتنا عندي two three هكتبه two و three طيب بالنسبة لل انا خدت two three ناقص عندها ايه ناقص عندها two هروح اكتبها في الجزء بتاعة تولفل واحده كده بالنسبة لل اتين ها خدنا منها two three كتبناها في common area ايه اوكي ناقص عند ال اتين ايه ناقص عندها three احنا زبطنا فين دي اجرام احنا الوقت يشغلين في الطريقة التانية فين دي اجرام خلاص طيب من دي اجرام على طول هقوله ان common factor equal greatest common factor وروح عند common area بتاعتي روح عند common area فيها two و three هعمل لهم six هاخد كل النمبر اللي موجودة فين دي اجرام هشدها على تحت وهعمل لها two two three two three nine four nine thirty six احنا كده خلصناها يا شباب عملناها بالطريقتين عملناها بالطريقتين ارجوكم ارجوكم نوقف الفيديو ونرجع الطريقتين بقدينا نحلهم بقدينا تاني ابدأ اعمل prime factorization لل twelve وال eighteen ابدأ اشوف بعد ما ترس النمبرز بتاعتك مين هم ال common factors between twelve وال eighteen وشدهم فتجيب greatest common factor ابدأ شد كل prime factors بتاعت الت وال فتجيب الليست common multiple ابدأ ارسم بايدك وابدأ طلع منه والليست common multiple متفقين اخر سؤال معنا في شيت نمبر 2 بيقولك كل اسبوع بينتج عدد القطع ده تمام طب انا عايز كل يوم يبقى انت هتاخد النمبر ده 7 طيب نمبر of pieces the factory produce daily الكلام ده equals معي 875 divided by 7 خلينا اكتبها تحت شوية كده عشان ليه تعليق عليهم اللي هو ايه اخد بالك ان بتاعك معنا كده ان انا قدرح اللهم من غير بتاعتي قدرح اللو هي في مكانها عشان ادرح اللو هي في مكانها ازاي ها بص كده انت شغال from the left to the right 8 divided by 7 equals 1 القيت فيها 7 واحدة طب معاك ريميندر ايه معي ريميندر 1 هحطه هنا وقراها 17 17 divided by 7 يمي 17 divided by 7 equals 2 خد بالك ان 2 by 7 باي 14 يبقى انت معاك ريميندر كم من 17 معي ريميندر 3 هحطها كده من 5 وقراها 35 35 35 divided by 7 equals 5 equals ايه 5 تمام طلعلك ايه طلعلي 125 طبعا الكلام ده pieces 125 pieces هنا خلصنا الشيت ما تنسوش تدعويني دعوة حلوة بضهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو وتشجعوني بي اكمل معاكم لايك وشيري يا شباب عشان الكل يستفيد السلام عليكم شقن